أيضا مايا ممدوح لعبة فريق طائرة الزمالك ألف مليون مبروك أداء كبير جدا وفوز ببطولة مهمة يا مايا الله يبارك في حديثك شكرا بجد جدا أنا بالنسبة لي أهم لقطة في المباراة النهاردة هي الشوت الرابع الشوت اللي عمل فيه الزمالك كومباك عظيم جدا وقدر يعود فيه المباراة بعدما كان البطولة تقريبا بتخلص لصالح النادي الآتي بصراحة ده كان يعتبر أصعب شوت عندنا لأن احنا خلاص صفرنا لقبليه كان بفرق صفر كبير قوي واعتبر خرجنا من المطش بنسبة كبيرة وبرضو الجيمة الرابع كنا خسرين فرق خمس نوعات وهم كانوا فادلهم ستة نوعات ويأخذوا البطولة فكانت أن احنا بصراحة اطلعنا وهدينا ودخلنا جوع المطش تاني قال لكم إيه يا مايا؟ قال لكم إيه؟ أنا عايز أعرف الكواليز دي بتبقى حلوة قال لكم إيه؟ قال لنا أن احنا ما بننعبش لعبنا أن احنا بدأنا نتوتر شوية يعني ناهد ده وكل واحدة فينا تعمل اللي هي متعودة تعمله وهنجيب وده الصراحة ده اللي حصل فهمه بعد ما كسبتوا شوية الرابع حسيتوا أنت هتكسبوا المباراة خلاص؟ آه طبعا طبعا بعد ما عوضنا كل الفرق اللي كنا خسرين وده ودخلنا جوع المطش تاني كنا واسكين أن احنا هنكسب البطولة مايا الجمهور النهاردة كان ليه دور عظيم جدا في البطولة النهاردة؟ أكيد طبعا الجمهور شجعنا يعني كفا يدعموهم لينا بعد السيزن الطويل اللي إحنا وما توفقناش فيه ولا بطولة فشكرا بجدك جدا لدعموهم لينا وأن هما فضلوا واسكين فينا وفضلوا بيدعمونا لحد الآفت فبجدد نذكرهم مين صاحب فكرة أن الكاس يروح للجمهور يحتفل بيه؟ ياسمين نوح مين؟ ياسمين نوح كابتان الفرق ياسمين هي اللي فكرت أنا أمايا بحنيكي وبحني كل زمالك ألف مليون مبروك الفوز اليوم بالبطولة شكرا شكرا جزيلا